كمان على الجانب الدولي فيما يتعلق بالدول التي تناقش وتقدم مشاريع قرارات في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار زي روسيا مثلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يتخطى حدود الشرق الأوسط وقال في تصريحات أدل بها في اجتماع في الكريملين مع زعماء دينيين روس من عقائد مختلفة أنه من الخطأ معقبة نساء وأطفال وشيوخ أبرياء في غزة بسبب جرائم اقترفها أشخاص آخرون واضح جدا طبعا من كلام الرئيس الروسي أن هناك محاولات من القوى الغربية وبعض القوى الأخرى لتوسيع دائرة الصراع وده في الحقيقة اللي حذرت منه مصر وبتحذر منه دايما من بداية الأحداث في 7 أكتوبر كانت مصر دايما صوت العقل اللي بيرى المستقبل القريب والبعيد خصوصا أن الصراع ده ممكن يقود المنطقة لسيناريوهات الفوضى على المستويات المحلية والإقليمية وأكيد كمان أن استمرار الصراع ده هيأثر على اقتصاد دول المنطقة وأمنة عشان نعرف تفاصيل أكتر حوالين مسألة اتساع رقعة الصراع في المنطقة والتحذيرات اللي أطلقتها مصر ويمكن أطلقها كمان رئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاءه مع القوة الدينية وبعض الرموز الدينيين في روسيا معنا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية دكتور أيمن مرحب بيك معنا يا فانتم في التاسع أولا أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين أهلا بيك دكتور أيمن تشايف مسألة اتساع الصراع في المنطقة ومصر دايما بتحذر من نوضة واعتلاق وارتباطه بالمصار الإنساني الجميع بيتحدث في مدخلاته أو في بياناته عن أن فيه مصار إنساني فيه أطفال ونساء ممكن حتى السيد رياض منصور في الأمم المتحدة من دوب فلسطين في الأمم المتحدة أكد إن 70% من الشهداء في الأحداث الأخيرة في غزة من النساء والأطفال بالتأكيد يعني هذا كان صوت مصر منذ البداية إنه بتحذر من معاك دكتور أيمن تفضل فن مصر كانت من البداية بتحذر من اتساع الصراع ونولان يختصر فقط على إسرائيل والفصال الفلسطينية في قطاع غزة يعني مبدئيا الصراع بالفعل هو اتساع لم يعد فقط في قطاع غزة نحن نشاهد أيضا الأمور تتفاقم في أبصة الغربية الجبهة الشمالية أو الحدود الجنوبية للبنان ما بين إسرائيل وحزب الله تقريبا لا تنقطع باشتباكات وإن كانت بشكل يعني محدود وبحسابات ما أيضا جبهة بستلجبها في العراق وفي سوريا وحتى الحسيين في اليمن كل هؤلاء مرشحون أن يدخلوا على الجبهة بشكل كبير للغاية الجيش الأمريكي أعلم بالأمس عن إصابة 24 جندي أمريكي نتيجة لهجوم بمسيرات من قبل تنظيمات مسلحة في العراق وفي سوريا أيضا سفن الحربية الأمريكية اعترضت صواريخ باليستية بعيدة المدى وطائرات مسيرة انطلقت من اليمن من الحسيين وكانت في طريقها إلى جنوب إسرائيل كل هذا في تقدير وربما حتى هذا كان يشير إليه رئيس بوتين بروضة لما يمكن أن تتسع عليه الحرب في المنطقة نهيك عن مقامة الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت عشرة منظومات دفاع صاروخية أبرزها باتروت وثاد ومعروف أن هذه منظومات غالية جدا واسعارها مرتفعة ولا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسلها بدون أن يكون هناك حسابات على الأرض تقول أن الحرب يمكن أن تتسع ترجمة نانسي قنقر